السلام عليكم في الفيديو دوت انا هتكلم فيه عن الشعر بالامان ما فيش شك ان كل انسان في الدنيا عشان يقدر يعيش في الحياة محتاج ان هو يشعر بالامان وان الشعر بالامان هو مطلب اساسي لكل انسان بس للأسف فيه ناس كتير بتستمدوا الشعر بالامان بطريقة غلط او بتحاول انها تاخده بطرق ملتوية واحيانا هم مش بيعرفوا ازاي يحصلوا على الشعر بالامان الحقيقي والطمأنينة اللي بجد من الداخل يعني مثلا شخص طول الوقت بيشتغل وبيجريه عشان يعمل خاطر يعمل المستقبل ويأمن مستقبله من خلال الفلوس وفي نفس الوقت هو ممكن احيانا ينسى ان هو يعيش حياته وهو طول الوقت قاعد بيجري عشان يأمن مستقبله او زوجها طول النهار بتفتش ورا جزهة وفي موبايله وتدور وراه عشان عايزة تطمن ان هم ما بيعرفش حد عليها او ما بيكلمش حد او ما يحبش واحدة غيرها او ام طول النهار قاعدة تعمل بدون وعي منها مشاكل في حياة عيالها وتسبب لهم في حاجات كتير عشان خاطر تفضل تحس ان هي تشعر بالامان وان هي تفضل محافظة على مكانتها عندهم وتفضل حاسة ان هي رقم واحد في حياتهم على الرغم ان هم مثلا اتجوزوا وبدأوا حياة جديدة عايزة تعمل ان هي لسه تتأكد ان هي رقم واحد في حياة ولادها وان هي شخص مهم فممكن تستخدم اساليب وطرق ملتوية لو انت فضلت تتدور على الشعر بالامان من خلال الاجو اللي هي مركزية نفسك هتضيع يعني لا الفلوس هتحسسك بالامان وبالبالعكس انت ممكن تنسى تعيش حياتك وانت بتعملها ولا لطرق الملتوية عشان طول الوقت اللي انت قاعد تستخدمها مثلا عشان تحس ان انت رقم واحد في حياة الشخص ده زي الام اللي قاعدة تعمل مشاكل في حياة ولادها بل بالعكس هيجي وقت من الاوقات والولادها ممكن يزهقوا من السيطرة مش يبقوا بالزكاء وفاهمين مع الوقت هيبتدوا يفهموا ايه اللي بيحصل في حياتهم والمشاكل وممكن تخسرهم وكذلك نفس الفكرة الزوجة اللي طول الوقت بتحاصر زوجها بالاسئلة او بتفتش من وراه كل التصرفات دي مش هتحسسها بالامان ولا هتضمن لها علاقة زوجية نكحة ولا هتضمن لها ان هي جوازتها تستمر وتفضل محافظة على بيتها وجوزها الشعور الامان اللي بالحقيقي لو عايز تستمد الشعور ده بجد مش هتعرف تستمده غير من ربنا سبحانه وتعالى لو انت عايز تشعر بالامان بجد والطمأنينة في حياتك لازم تكون عارف حاجتين اول حاجة لازم هتستمد الاحساس من الامان من ربنا سبحانه وتعالى بان انت تذكر باسم الله المؤمن كتير وتكون واعي وطول الوقت تكررها بينك وبين نفسك ان الامان الحقيقي مع ربنا تاني حاجة بان انت تعمل اعمال صالحة تكون خالصة لواشي الله تعالى هي دي بجد اللي هتحسسك بالامان كل ما عملت عمل صالح واتقيت ربنا اكتر كل ما دوت هيحفز عندك الشعور بالامان انك تكون واسق ومتأكد ان ربنا مش هيضيعك وطالما انت بتتقي ربنا اكيد عمرك مهضيع وطولة ما انت بتتقي اللي اكيد اكيد كل حاجة في المستقبل جاية في منطهر روعة لو الشخص اللي بيجري في الحياة احنا مش ضد التخطيط او ان انت تعمل حاجة لمستقبلك لا خططه خلي عندك اهداف بس تكون واعي في نفس الوقت ان الامان الحقيقي والمستقبل اللي انت عايز تأمنه هو مش هيتأمن الا بتقوى ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول وليغشى الذين لو دركوا من خلفهم زريتا ضعيفا خوفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا دي بالنسبة للشخص اللي بيجري وفاكر ان الفلوس هي اللي هتأمنه لازم تعرف ان تقوى الله هي رقم واحد وبعد كده ابدأ خطط لمستقبلك ويعمل دوت بهدوء ورواءان من غير ضغط لانك عارف ان الامان الحقيقي من ربنا فبالتالي انت بتخطط وبتعمل اهدافك برواءانه بهدوء الام اللي بتربي ولادها لله وهي عارفة ان هي بتربيهم عشان خطر ربنا ومش مستنية منهم حاجة وندير رسالتها وده دورها في الحياة وهي بتستعين بالربنا وبتكتهد ان هي تعمل ده هي دي اللي هترزق بر اولادها لان هي حطة ان هي طيبة حطة ان هي بتربيهم لله حطة ان هي بتربيهم عشان خطر ربنا وطالما ربتهم ان هم بيعرف ربنا اكيد هيفضلوا برين بيها وكويسين معها وترزق برهم الزوجة اللي بتتقي الله في كل حاجة وبتراعي ربنا مع زوجها هي وثقة ومتأكدة ان جزء عمره ما يعرف عليها واحدة لانها بتصق في ربنا سبحانه وتعالى يا رب انا ماشي بما يرضي اللي انا بتقي ربنا انا بطيع اوامرك وما بفتش وما بقعدش هدور وراء اعمل كل الحاجات دي انا كل اللي هعمله ان انا هتقي ربنا وهراعي ربنا واكيد جزء هيوبك كويس وعمره ما يخوني وهيوبك كويس معي انا عندي حصن ظن في الله ان زوجي هيكون رجل صالح هو ده الشعور الامان بالحقيقي فحاول بقدر المستطاع ان انت تذكر باسم الله المؤمن كتير عشان يتحس بالامان اعرف ان احساس الامان اللي بجد وحقيق الصادق مش هيجي غير من ربنا سبحانه وتعالى وانما اقول بالعمل الصالح الخالص لوجه الله ممكن تكون حاجات بسيطة ان انت تعمل حاجة حلوة طفل صغير او رجل كبير يعني على قد ما تقدر في قدر المستطاع ما تستقلش بأي عمل مهما كان بسيط لان لما تكون عامله بنية صادقا ربنا سبحانه وتعالى فهو كبير عند الله يا رب محتوى الفيديو يكون مفيد لكم ولو عجبكم عملي سبسكرايب ولايك وساعدوا على نشر الفيديو عشان نساعد على نشر الوعي شكرا اشتركوا في القناة